إلى العراق حيث أعننت خلية الإعلام الأمني مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بانفجار هز مدينة البصرة جنوب البلاد ووفق الخلية فإن الانفجار وقع إثر تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في المحافظة ورجحت مصادر طبية ارتفاع عدد الضحايا في ظل وجود مصابين في حالة خطرة واشددت السلطات إجراءاتها وسط مدينة البصرة وعلى مداخلها ومعنا من بغداد مراسونة حيدر الأسدي قبل وقوع هذا التفجير في البصرة كان هناك تنفيذ ونجاح لخطة أمنية في مواجهة الجماعات المتطرفة أي بصمات يحمل هذا التفجير وأي رسائل من حيدر رسائل عديدة يحملها روبير من بينها كما قلت أن هناك كانت ضربات وخطط أمنية وعمليات استباقية ضد بعض الجماعات المتطرفة ضد جماعات الجريمة المنظمة ضد مروجي المخدرات وتجار المخدرات وبالتالي قد يندرج هذا الموضوع أو هذا التفجير الذي حصل اليوم والذي أوقع أربعة قتلى وأربعة الجرحة قد يندرج ضمن محاولة إلهاء القوات الأمنية وحرف أنظارها من متابعة العمليات المكافحة الجريمة المنظمة إلى متابعة العمليات الإرهابية هذه أحدى الرسائل التي يمكن قراءتها من خلال تفجير هذا اليوم وأيضا هناك رسائل عديدة من بينها أن الخطط الأمنية تحتاج إلى متابعة باستمرار وأن الجهد الاستخباري يجب أن يكون أكبر من ذلك للحفاظ على المكتسبات الأمنية التي حققتها القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محافظة البصرة والإبقاء على هذه المحافظة محافظة هادئة نسبيا بعيدة عن الاضطرابات الأمنية وبعيدا عن التفجيرات الإرهابية حتى هذه اللحظة التحقيقات لا تزال مستمرة وأيضا لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم الذي أوقع كما قلنا عددا من القتلى والجرحة وبدد أجواء الهدوء التي كانت تعيشها محافظة البصرة هناك إجراءات أمنية مشددة الآن تفرض عندما داخل ومخارج هذه المحافظة وفي داخل المدينة أيضا في محاولة لتعقب من يقف وراء هذا الهجوم وفي محاولة لتعقب الجنات التحقيقات لا تزال مستمرة كما قلنا وحتى هذه اللحظة لم تكشف خلية الإعلام الأمن عن الخيوط التي توصلت إليها خلال الساعات القليلة الماضية من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي